موسيقى اهلا بكم قضية تجاوز الحدود العراقية من قبل الايرانين او اللي يقولون عنهم انهم زوار لكربلاء المقدسة بمناسبة اربعينية سيدنا الامام الحسين عليه السلام معروف جيدا كيف تكون العلاقات بين الدول كيف يدخل الزائر او السائح او الموفد او اين كان صفة التي يحملها كيف يدخل الى بلد اخر سواء كان عبر المطارات او اذا كان عبر النقاط الحدودية البرية هناك سياقات واصول العراقين كلكم تعرفوها ما راح نجيب شي جديد اذا قلنا لازم تروح للسفارة اللي تريد تروح لها لتروح لبلدها وبالتالي هناك لازم تاخذ التأشيرة وتدفع رسوم التأشيرة وتتوكل على الله وتدخل للبلد عن طريق المطار يعني بالجو تجي بالطائرة او عن طريق البر اذا كانت الدول مجاورة وقريبة وهكذا الحال الا في العراق حالة العراق وايران حالة عجيبة غريبة حقيقة الا الا مو بايران ولا بالايرانيين الا الا بينا احنا ما عدنا احترام لا لحدودنا ولا عدنا احترام لسيادتنا ان وجدت هناك سيادة هذول الاوباش اللي جوي دخلوا للعراق عن طريق منفذ زرباطية يأكدون انهم لا احترام لديهم لاي شيء اسمه سيادة عراقية وبالتالي بالفعل تصبح السيادة العراقية منتهكة والحدود مخترقة حينما تدخل هذه الافواج من الالاف المؤلفة الى العراق ويفوتون الى بلد غير بلدهم والى ارض غير ارضهم بهذه العنجهية وهذه السطوة وبهذه اللي يذكروا يعني المرة السابقة اللي يدخلوا بيها ايضا نفس الشيء عاتبنا وزارة الخارجية العراقية هنا بالبرنامج قلنا يا وزارة على الاقل على الاقل ولو من باب رفع العتب من باب رفع الكلفة شكليا يا وزارة الخارجية قولي هذا التصرف غير مسموح بيه هذا اعتداء على حدود العراق اعتداء على سيادة العراق وبالفعل ورا يوم ورا ما حجينا يلا صدرت الخارجية بيان خجول بيان خجول تتحدث بي عن احتجاجها وعدم احترام المواطنين الايرانيين او الافراد الايرانيين لحرمة هذا البلد طيب هنا هم يخالف رح نقول وزارة الخارجية العراقية في المرة السابقة ادت دورها ولكن ما نفع هذا الدور ما نفع هذا الاحتجاج لما تتكرر القضية مرة اخرى شنو فائدة هذا الاحتجاج بيش بيش انصرفه يعني وين وين نودي الاحتجاج انصرفه البنك المعزل اليوم ايضا الخارجية العراقية هم ينا احتجت وكما تناولت الاخبار تقول انه بغداد احتجت على ايران لانها تصرفت او مواطنيها تصرفوا بطريقة خارج اطار السياقات الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين يعني احنا كلنا نعرف الحدود بين العراق وبين ايران اكو نقطتين نقطة ايرانية غاية مهمة افهموها الله يرضى عليكم نقطة ايرانية ونقطة اراقية زين هو شلون يقدرون يجون هذول بالالاف عشرات الالاف قالوا وصل يعني عددهم الى قارب المليون شلون قدروا يطلعون من حدودهم مو هذا السؤال حتى يصلون الى النقطة العراقية او المنفذ العراقي اذا ما يكونون السلطات الايرانية هي اللي دفعتهم وهي اللي جيشتهم وهي اللي فتحت لهم الابواب ابواب النقطة الايرانية وجوي ماشي وبسيارات وبماطرات سكل جوي على شي سوي النقطة العراقية شقد بيها يعني جماعة الحدود شقد يعني وحتى لو يكونون اللي موجودين بالحدود القوة يعني القوة القوة الشرطة او قوة الحدود الموجودة بالنقطة العراقية حتى لو يكون عددهم الف هم ما يقدرون يسيطرون عليهم يعني ما ممكن يعني اذا ريد نقول يا وزارة الداخلية انت مسؤولة عن ضبط الحدود وانت مسؤولة عن حماية الحدود وامن الحدود بس منو يقدر يضرب ايراني واحد منو هذا السؤال كلكم سألته منو يقدر يعتدي او 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 يمنع مو يعتدي يمنع زائر ايراني واحد والله لا تنقلب الدنيا عليها والله تنقلب الدنيا على راسها ويمكن ينقتل بالحال حقهم عم من الناس الشرطة او الحدود الموجودين هناك ما يقدرون يسون شي ما يقدرون ايران دفعت بهذه الحشود بالالاف هي دفعتهم السلطات الايرانية فتحت المنفذ الحدودي الايراني او النقطة الايرانية ودفعتهم باتجاه الحدود الاراقية شي سون القوة ما يقدرون يسون شي وبالتالي هاي المرة الثانية طبعا مثل ما قلنا حتى خاف واحد ميدري او ناسي هاي المرة الثانية الصير كل اللي يقدر يسوي العراق او الخارجية العراقية ان تصدر بيان احتجاج واستدعاء للسفير الايراني في بغداد هاي هم نكته كثير من العراقيين وهاي رسالة للخارجية العراقية بيانكم واحتجاجكم العراقيين استهجنوا واستاءوا منه بل البعض اعتبره تمثيلية تمثيلية يعني الخارجية راضية الخارجية العراقية راضية والحكومة العراقية راضية ووزارة الداخلية راضية كلهم راضين ابدا معهم اعتراض وبالتالي احنا نعرف العلاقات الفوق والجوة الفوق الطاولة والتحت الطاولة بينهم وبين ايران ما حد يقدر منهم اتحدى اي نائب بالبرلمان اي سياسي اي شخصية مسؤولة يطلع ويتحدث مو مثل ما اتحدث ثاني الان لا خلي تحدث باسلوب اخر غير الاسلوب الاعلامي يتحدث باسلوب سياسي باسلوب المحاججة باسلوب يعني ما حد يقدر يحكي ابدا وحتى البيان والاحتجاج واستدعاء السفير هي الناس شافوها تمثيلية يعني ضحك بس هذا الضحك عليمن يعني تضحكون على نفسكم لو عن ناس الناس لا مفتحين بالتيزاب ويعرفون شنو الامر وبالتالي يعني هذا الموضوع اذا ما اردنا ان نضع لحد فعلينا ان نصرف كرجال ونتصرف كحكومة ونتصرف كوزارات ومسؤولين الايرانيين يردون يقولون للعالم هما ليش دا يدفعون بهاي الحشود هما مو خايفين عليهم او حابيهم حتى يرحون يزورون لا هاي رسالة سياسية رسالة سياسية واضحة المعالم يقولون للعالم وللمنطقة والدول الاقليم ولكل الناس يقولون لهم ماكو حدود بيننا وبين العراق بل ان العراق هو جزء من ايران مثل ما قال صاحبهم قبل كم شهر من قال الامبراطورية الفارسية حدودها الشرق الاوسط وبغداد عاصمة الامبراطورية مو هيش اللي قالت وهم يعني الخارجية العراقية بحياء صدرت بيان احتجاج وكذا ويطلع وراه واحد يحشي نفس الحشي واكثر ويطلع وراه واحد ايراني مسؤول وكذا ويحشي نفس الحشي واكثر وبالتالي اذا احنا مثل ما يقولون اصبحنا الحديقة الخلفية لايران هذا الامر الواقع يعني انا اريد اسأل لو جاءت مثل هذه العشرات من الالاف اه الى خلنقول الحدود الاردنية مثلا لش هم اصلا يتجرؤون اصلا هم يتجرؤون يجون لا ما يتجرؤون وبالتالي حزم السلطات الاردنية مثلا على سبيل المثال ما يسمحون لطير من عندهم يعبر طير مو يجون يفتحون البوب ما للمنفذ الحدودي ويدخلون الى محافظة واسط وبالتالي يفوتون بهذا الشكل ويصلون الى كربلاء اصبح المواطن العراقي مواطن درجة ثانية حقيقة والايراني اصبح في بلده مواطن من الدرجة الاولى الى متى سيستمر هذا الحال الى متى سيستمر من يريد لنفسه الاحترام ان يبقي الوضع على ما هو عليه يعني انا اذا احترم نفسي واحترم شخصيتي علي ان لن اسمح لاحد ان يدخل داري او بيتي عنوة الا من اسمح لانا مو هي حتى البيوت الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه الكريم ولا تدخلوا بيوت احدا حتى تستأذنوا من اهلها يزين مو هذا الاستئذان يتجسد على البيت ويتجسد على الوطن وعلى البلد وعلى وبالتالي كل دول العالم ما تسمح ان يدخلون السائحين او الزوار او اه شنسميهم اي اجنب كان ان يدخل لبلده بهذه الطريقة المهزلة الطريقة السخرية والله والله لو اعاني وزير بالدولة العراقية اقسم بالله لارمي استقالتي وانا على ابو هيتش وزارة وهيتش عمل اللي 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 يخلي هذول اهل الوسخ يضحكون العالم علينا ذول الاث اهل القمل يدخلون البلد بهذه الطريقة مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد خلي عيني مخرج خلي الناس هما يحشون لانا انا اذا اضل بعد ترى ساعة احشي ما رح اوقف شوف لي منه عندك يريد يتحدث الاخ كريم من الكويت اتفضل كريم الكل مدعو للمشاركة بالبرنامج واي ان كانت وجهة النظر فضل اخويا كريم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك اولا عندي شهادة بنجاح البرنامج وغناس تغيير من يوم عرفت اننا داوة نباحين الحمد لله وشكر البركة بيكم الله يبارك فيك اذا كان دخولنا مدنيين بهذه الطريقة اخي جلال اذا كيف بالحرس الثوري والجيش الايراني يسرح ويمرح بالعراق عفي عليك خوش مقارنة نعم نعم وكنت اريد انا اكلمك اليوم عن هدام المساجد هذا هدام المساجد هدام هؤلاء المسلمين ولا يهود ويتبنجحون الحشد الشعبي هذا هؤلاء المصبط الجحال لا دم ولا دين المساجد العراق تهدم اما بالنسبة للحكومة وإحزاج الحكومة يا اخي جلال والله الذي لا الا وذكرهم هذا يعني بس تغير للوقت ليس كذلك نعم نعم اخ كريم كلامك مسموع حبيب يعني يقول كلمة حق شكرا جزيلا اخي جلال حبيب شكرا 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 اخ كريم حياك الله كنت معنا من الكويت ومعنا ايضا الاخت حنان من الجزائر تفضل يا اخت حنان تفضل يا اخت حنان نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف يا أنا نبغي العراق نموت عليها ربي شد عليها نبغيها نخمل زي زي يعني ولا دولة عربية لا صار فيهم هذا الشي لا صار في سوريا ولا تونس ولا مصر ولا والله ما هس مني شعراتي من راتي اطرار العراق أنا العراق ربي اقسم بالله على العالم نبغيها خمل والدية العراق نظن أنه حبي للعراق اكتر من حبي ربي سبحانه على هذا أنا ينقول على هذا ينقول أن العراق أطبحت ساحة لمن هبى ودب يعني اللي يجي يدل فيها اللي يبغى أن نقول خلوطي العراقيين يخرزوا بالهم من هاد الإيرانيين المهجوز ربما جوي في يديروا الطائفية ولا دالوا يجيوا يديروا الفتنة جوي بالك بجوي فجروا الحسينيات ولا المساجد بجي حصف أهل السنة ولا جوي ولا جوي العراق وشي دخلوا المخدرات هذا مكان ونقول خيام ما يقع في العراق شيء يندله الجيمين أنا بصفة مسلمة وعربية ومنبهرة بتاريخ العراق وحادث من واجبي أن أوجه مدى عازل لكل غاية على وحدة هذا الوطن خصوصا المتقافون الذين أقول لهم بأنه حان الوقت لأنه يؤدوا واجباتهم الأخلاقية والتاريخية ولا يطرف هذا البلد بيد الأشار من أبنائه ليس هناك شيئة ولا تنة ولا أكراد وإنما هناك من يخلط للعراق ومن يتي أولى فكافة نتأرن وتهديد وبعيدا بالانتقام لأن مسلحة العراق وقع كل احتباس ويسا نقول لكم ربي يخفضكم ربي ينوركم ربي يبعد عليكم هذا الحرام يا ربي يا ربي بعد فصل القلوب وبعد هذا الهم لرصالي في العراق وربي يعانكم يا ربي ينصركم وربي يعانكم ومسنفون آمين يا رب وشكرا لمشاعرك اللي دائما ترفدين بيها وتسمعين صوتك من الجزائر العربية الشقيقة نعم عيني الأخ منتظر من الديوانية السلام عليكم منتظر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أستاذ العزيز أنا بس أردثي لك سوال نعم يا هل لي أدخل البصريين وخلاهم لعبوا وشرفوا العراقيات بسنة السوال والخمسة والأثمانيات والتسعينة هل ليش هو واحد اللي باعث قلتم اللي قبل الكويت يتحدث ويقول الحج الشعبي يهدي المساجد الكويت موقت عامر لو ما الحج الشعبي الشيعي ليش أنتم ما تنصفون أبدا يعني هو شي صحيح صار غلط وندخل الإيراني صحيح بالغلط لو كان سعودي داخل تخصص الحلقة كان لو تخلي وشهر هشيرها والثورة وطلعة سوينت شي عليش صدام اتنازل عن الحدود العراقية وباحة وطهرة السعودية بس كلهم قبل كبس بيس الفترة صح لي ومصح عليش صدام اتنازل عن شنو اللي أنت جا صدام ما ييران تملي سي الخرب شنو الحقيق قاعدة شوف وارجع للتفاق نفسها وقملت بها عليش عندما أضيعت العراق وسلمتوا وخلوتوا هالخرب وهايصار بي لا مدارس ولا مستشفيات ولا اشي انتم حوالك مستعس حوال خمسة وكافين سنة او تفع او ثلاثين سنة انتم خاكمين شنو تسويتوا شنو اللي أنت شتو وشي الوارجع شوف والله عندما فاعظ ما الندرسات مدارس ما الجامعات ما المستشفيات ما وشي عدرجة ثانية وقل او زرعت الفرقة بي وصغلت عليها عشرات السنين وصرت عملاء لامريكا وبعد رضتكم امريكا ووخرتكم يا اهل اوخركم غير امريكا وقلتم قبل بساعة وانال امريكا انتهى الوقت هو اذا هو غلق الهاتف اه 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 وددت ان انطيك كل الوقت كل الوقت واذا كانت اكمكانية ان انطيك وقت اضافي ايضا اه اخ منتظر حتى تحجي اللي بداخلك واللي تقوله وحتى العراقيين ايضا يسمعون وجهة نظرك ونشوفهم يتفقون وياك لا احن دا نحشي على صدام لو دا نحشي على الاستهتار بالحدود السعودية فوتت هي تشناس للعراق يعني الاردن فوت هي تشناس للعراق الكويت فوتت هي تشناس للعراق ماعرف على ايتي حال انا اشكرك اخي منتظر واتمنى منك المشاركة الدائمة بالبرنامج نسمع وجهة نظر اخرى الاخ صبار من بغداد تفضل اخي صبار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخ صبار انقطع الاتصال اخ صبار اتمنى ان تعاود الاتصال بنا مرة اخرى اذا من السماوة ابو مصطفى تفضل يا ابو مصطفى ابو مصطفى السلام عليكم انا اسمعك ابو مصطفى اتفضل يا مرحبا اهلا وسهلا فتاد جلال فضلا ما تركون على الدواعج جاي يدخلهم السعودية وجاي يدخلهم المعارات وجاي يدخلهم من الاردين وجاي يدخلهم من السركة ليس تفتح لذول زبار عزل ناس عزل صحيح يدخلهم بصورة غير مشروعة انت نقف السلطورة بس على الايرانيين ليش ما تقول ليش ما تقول الشيشان مش عدة بالانبار ليش ما تقول كافة الجنسيات اقدر بشر واوصخ بشر جاي يدخلون بالموصل جاي يلعبون بالحرار بالموصل وجاي يلعبون بالشيش ليش انت طائف بالزاك انت ساد جلال طائفي انت زاك طائفي لان انت ما تنطف شعب العراق احنا لا نعنص لكننا ولا تجع وبيناتكم انتم جاي تخلقون التضرخ بالشعب العرابي انتم اتاسل وشكرك ورحمة الله ووالديك ووالديك انا طائفي انا اللي لا اقبل في هذا المنبر ان يتحدث احد عن السنة بسوء ولن اسمح لأحد ان يتحدث عن الشيئة او رموزهم الدينية بسوء ولن اسمح لأحد ان يتحدث عن الكرد وعن التركمان وعن الايزيديين وعن الصابق وعن المسيحيين وعن كل فئات المجتمع العراقي لن اسمح على الاطلاق هذا انا طائفي حينما اتحدث عن الايرانيين وتصرفاتهم واستهجانهم واستهتارهم اصبح انا طائفي على ايتي حال انا اشكرك وجهة نظرك محترمة نعم الاخ محمد من الامارات اتفضل اخويا محمد اتفضل يا محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخي العزيز انت لا تستغرب من ذوله رئيس وزراء ايراني فرد في مجيوز لا من فضلك محمد 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 حتى ما نقع تحت المسائلة القانونية ارجوك ارجوك اتحدث بدون مسميات وبدون اشخاص الله يخليك اتفضل ماشي حبيبي حبيبي قلبي الله يطولي عمرك طبعا الزوار يطبون للحدود براحتهم لان العراق قابع حفظ الايران نعم ولا اكو اكو ثنين يتنقشون على هذا النقاش طبنا احد من غير حدود هيشي طبا كيف كيف الحكومة الايرانية سمحت للزوار مالتهم يختموا لهم جوازاتهم على الحدود العراقية لان تسمح للعراقيين يسوون هيشي بايران لا طبعا طبعا ما يصر طبعا ما يصر ايران اخي ايران اولى خارسية يا اخي اتحبت تغلب على العالم كل شي هو مو هذا حد بالدعوة كان يفجر عدنا بسبعين بالجامعات شكرا يا حبيبي انا شكرت خلاص شكرا لك اخي محمد اخي محمد كنت معنا من الامارات العربية شكرا نعم ابو مازن من بغداد تفضل اخويا ابو مازن اخ ابو مازن سلام عليكم اخي بالقسم الفني التأخير نعم اين اتفضل ابو مازن دكتور جلال اكو دولة بالعالم تحترفنا في الحل دولة بالعالم كل احنا يعني وين عايشين في شريعة الغاب اي دولة بالعالم يقدر واحد يجي يهدم المنفذ الحدودي ويدخل بدون يعني يعني هذا حليم يعني يدي يستغفلون نحنا شون يعني احنا مباشر ما صاهمين ما داختين ما نعروف يعني هذا اللي يتكلم ويقول طائفية طائفية على شنو طائفية بلد الى حدود وعندما فات تدخل عندها اي واحد يجي البلد يدخل ضمن اصوليات قانونية ومن ثم يدخل يعني يعني هذا الموضوع اللي يدمر بالعراق الى اين احنا ذات ذات وراح الروح يعني يعني منا مناطق المهجرين ما يرجعون منا اليروح الدعش هون كل المحافلات الغربية منا العراق مجزة يعني وين رحضوه بس قل يا اخي يا دكتور يعني يعني يقول الى اين وين رح نصر يعني رح نصر الشنو العراق الان الان يجيك واحد يحشي يقول طائفية طائفية على شنو يا دكتور طائفية على شنو طائفية ليش طائفية يعني ايران يجي الزور يمو يروحون يزورون البيت اتمالتهم. اي طائفة موجودة بالعالم بسروح محترمة جواز سفار مهشار كده. يعني اذا يستقتلون نحن العراقيين. يعني وصلنا نحن العراقيين للتاريخ والعلم احنا احنا الان نصل الى مرحلة يجون يهدمون السياج. ليش احنا العراقيين بالغربية نقبل? اذا السعودية قامت الان بنفس العمل نقبل? اذا الكويت قام بنفس العمل نقبل? اذا الوردو قام بنفس العمل نقبل? ليش هذا يجي واحد يقول لك طائفة. يعني المجلسين يعني طائفة على انده يقول لك ده يقول لك انتو تحشون خارج الانطار. واحنا نحش شو لازم ينفرض عليكم? شكرا يا ابو مازن انتهى الوقت المخصص اليك. يعني احتج علي قبل لحظات اه او قبل دقائق الاخ اللي يقول انتو ليش ما تحدثتو عن داعش ومن ومن دخلة وجت الموصل بربكم كل من متابع للبرنامج ان يكون عادل هل اه كم من مرة تصدينا لهذا الموضوع وطرحناه وطرقناه اه يعني مع الاسف هناك بعض المغالطات او بعض من الكلام اللي بيه ذر للرمات في العيون انطيني عيني منه؟ ابو همام من تونس اتفضلي ابو همام حياك الله اخ جلال حياك الله انا احيي فيك رحابة صدرك واحيي فيك وطنيتك التي بانت على وجهك وعلى كل وجه عراقي شريف احيي يا ظماء الكلمتين احيي فيك هذه الشجاعة وهذه رحابة الصدر وطول بالك هذا العراقي الاصيل الذي يستمع اليه الوطن العربي بكامل وجدانه اولا على الحادثة انا اخاتب الشعب العراقي ولا اخاتب الحكومة اخاتب الشعب العراقي لان الشعب يهم بهذه الافواج التي قدمت من ايران والتي لا تحترم الحكومة لان الحكومة كانت في ايران معشف ايران ويعرفونها لا لان لو احترمتهم ايران لما دفعت هذا فلماذا نتدفع بالسعودية كما فعلت في العراق بثلن اليوم اهل الفلوجة واهل الرمادي على جسر بزيبز لا ممنوع عليهم دخول بغداد لو فعلوا هذا كما فعلوا الايرانيين بالحدود ونحن نشاهد على شاشات التلفزة هل تسقط السلطات العراقية لكان مات من مات وهم يموتون عن الحدود معناه بغداد امطار بينهم فانا اخاطب الشعب العراقي فاقول للأخوة الوطنين هذه العراق الارض العراقية الطاهرة مسؤوليتكم الجميعا وليس الحكومة فدافعوا عن ارضكم ودافعوا عن ارضكم وبارك الله فيك وفي وطنتك ولك تحية ألف شكر وألف تحية الى كل وطني عراقي ابي شكرا اخي ابو همام شكرا لهذا الاطراء الذي قد لا نستحقه ولكن هذه مهمتنا حقيقة ان نتحدث مع الناس ونستمع عليهم بهذا الشكل نعم اذا الاخ صبار عاود الاتصال بنا من بغداد مرة اخرى مرحبا بك اخ صبار اخ صبار سلام عليكم سيد صبار تفضل تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله احنا يقدرنا ايران مزيد يعني احنا صارنا اشبوع ونصبع نعم يعني كل النشي احنا نحن نحن نطال مزيد ونصبع بس ايران تروح وترجع ايران يطلب وترجع احنا نطلب للحكومة يشبوع للحكومة والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الاخ احمد من صلاح الدين تفضل يا احمد احمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك اخي العزيز يا مرحب وحياك الله والله يا اخي والله تعب والله في لا حياة اللي ما تنادي اللي ما تنادي يعني بشرفك لو ذولا نازحيين وضاربين حدود الطابعين ما سواهم داعش كلهم يعني انت يا رئيس الجمهورية انت انت فهد معصوم قاعد تاكل وتشرب وتنام بدون اسماء من فضلك اخ احمد بدون اسماء رجاء رجاء بطنة بطنة نحكي المان نحكي عم صح انت فهد شعب انت فضوا هات انت فضوا بدون بارع الدول من طبع الدولة شوان احترام شوان عدد شوان الطب بحدوء تطلع بحدوء يعني يعني ليش تليش مو هذا العراق نينداف بل قندرة نينداف العراق نينداف حشيز من الله واكبر نينداف العراق دافعات برق سلب نت قتل شو نبتو والله العظيم حس بي الله نعم الوكيل شو هم نجلها يا خل الراتعو والله كلمة اتمنى صعبة كلمة اتمنى صعبة يعني والله العظيم يا اخي ما عندنا حكومة والله ما عندنا حكومة وين عمر العمر الخطاب وين ابو العدالة وين لي يحكم بسم علي بسم ولاية علي برمهم علي والله شكرا يا احمد اه يعني اتمنى عليك ان تعيد النظر ببعض المفردات التي وردت على لسانك من ان العراق سحق العراق لا يسحق العراق بلد كبير وعظيم وان تمر عليه هذه الازمة وان استمرت سنة او سنتين او عشرة او عشرين ولكنه سينهض بفضلك وفضلي وفضل الاخرين وفضل الاحفاد والاولاد باذن الله شكرا احمد ابو عبدالله من عمان السلام عليكم ابو عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني طبعا الحقيقة اللفتة في هذا البرنامج تعبر عن ذكائك اللي تعودنا عليه دائما لكن هناك اشارات سريعة الحقيقة الفكرة الاولى يعني هذا التصرف هو تصرف عاطفي سواء كان ممنهج او غير ممنهج يعني علينا ان نتوقف عنده لكن الفكرة الاكبر انه يعني السلوك السياسي والخطابات والاطاريح والرسائل التي ترسل دائما من اولئك الساسة بانه بغداد وصنعاء وبيروت ودماج يعني خمسة عواصم عربية اصبحت هي ضمن الفلك او ضمن امكانيات وضمن حدود ايران هذا هو الذي يفترض ان نقف عليه لذلك ما حصل في زورباطية يعني اعتقد انه شعور المواطن الامريكي نتيجة التثقيف السياسي والاجتماعي بانه نحن قدمنا الكثير للعراق بين قوسين لذلك لا يمكن ان تقفوا انتم على الحدود وانما عليكم ان تذهبوا الى هذا البلد على اعتبار انه ضيعة من ضيعات ايران هذا الامر لذلك التثقيف والخنوع من قبل الحكومة العراقية هذا لا يعول عليه ويفترض ان لا نندب حظنا العافر عليه لكن نندب حظنا العافر على التنسيقية الجديدة برئاسة صالح المطلق وسليم الجهور بدون اسماء رجاء بدون اسماء رجاء بدون اسماء رجاء الذي يريد ان يعيد انتاج نفسه من جديد شكرا ابو عبدالله شكرا لاتصالك اه اه اتصالك ورأيك محترم واللي ارجو منك ومن كل الاخوة المتصلين بالبرنامج الابتعاد عن ذكر اي اسم كان سواء كان سياسي او رمز ديني او اي ان كان لا نسمح لأحد بان يطرق الاسماء الرجاء الرجاء احنا عدنا حالة الحالة مستعصية وليس شخص واحد او شخصين اللي هم مسؤولين عنها وانما طاقم سياسي باكمله هو المسؤول عما وصل اليه البلد وبالتالي اه اتمنى عليكم الابتعاد عن ذكر الاسماء وشخصنته وشكرا نعم ابو الحارث من عمان حياك الله يا ابو الحارث اخي جلال الله يسعد مساك اجمعين اخي اه جلال بس بدي اذكرك واذكر السادة المستمعين عندما كان سيدنا عمر رضي الله عنه جالسا في المدينة المنورة وابا ابا الحسن الى جانبه وقد اتى بعض الجنود المسلمين بسواري كسرى وكنوز كسرى وقال له انظر يا ابو الحسن فقال له ابو الحسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لقد عففت فعفه ولو رتعت لرتعه فاصبح الجميع يرتع في بغداد لان صاحب او رب البيت للدف ناقره ورب البيت بدون ذكر اسماء كلكم تعرفوه انتو العراقيين فلو اتينا الى وزارة التجارة اسمعوا اخر الاخبار عن اللي سرق فلوس سبقة الشاي اللي اجت للعراق وتكلفتها خمس مليون دينار واذا تكلمنا عن الوزارة النفط ارجعوا للي استلم وزارة النفط بدون ذكر اسماء وانظروا كيف باع نفط العراق الى ثلاثين سنة الى الامام واذا تكلمنا عن وزارة الخارجية المعنية الان في هذا الامر لو كان وزير الخارجية يحترم نفسه لقدم استقالته كما ذكرت بدون ان اذكر اسم في بداية التمانينات ونهاية السبعينات سقط طفل بريء رضيع في احد الابار حول مدينة روما وقد حاولت جميع السلطات انقاذ ذلك الطفل من ذلك البعر الارتوازي فلم تفلح السلطات فقدمت الحكومة وليس الوزير استقالته الحكومة استقالت واذا انا كملت معكم في بقية الوزراء وافعالهم وبدون ذكر اسمائهم اخجل من ان اقول بان للعراق حكومة انتهى الوقت المخصص اليك يا اخي الكريم شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك احنا عدنا ايضا تقرير عدو الزملاء في غرفة الاخبار عن الحالة وكيف صارت لربما احد يكون مشايف في الحالة اللي دا نتحدث عنها انطيني هسا الاتصال الي وياك الاخ ايوب من السليمانية السلام عليكم ايوب عليكم السلام ورحمة الله اهلا يا ايوب تفضل شكرا استاذ جلال احطيتوني الفرطة على مداني انطيري على هذا الموضوع تفضل تفضل استاذ جلال حق وحق الجيرة الى ايران هم دولة جارة وحق الجيران حق بالشرع والإحلام والدين يعني هم هم صفتهم زوار جايين على العراق يزورون هم غرباء نعم يدخلون البلد هم غريبين والمثل يقول يا غريب كن اديب كن اديب نعم وحق بالقرآن نذكر يا ايها الناس لا تسكلوا بيوتا غير بيوتاكم واذا تخلتم تستاذنوا من اهلها حتى تستاذنوا من اهلها نعم وذلك خير لكم سواء كان هو ابغاني وان كان هو ايراني وان كان هو دائم من يكون اذا او دخل اي بلد هو بريد لا يحترم الناس اللي موجودة في هذا البلد حتى هم يحترمون يعني الدولة الى احترام ولها سيادة ولها قانون يعجب الحكومة وين دائمة يعني الحكومة شنو شغلها شنو المسؤولين هم هناك بس يقب هم الرواتب العالية يخلون الناس الفقرة هم اللي يتعاكبون بيهم لازم المطروب هم هم ما يفقل في هذا المكان اللي هم يحقنون بي بالكرسي يكون غير واحد واحد جديد بالكفر واحد يكون يعني شكرا يا ايوب شكرا لاتصالك اخي الكريم اشكرك جزيل الشكر اذا احبة المشاهدين الكرام خلي نشوف التقرير ومثل ما علق احد الاخوان اللي قال قال اذا المدنيين يدخلون بهذا الشكل زين ايران اذا ارادت تدزل حرس الثورة ما لها شلون يعني هي وصلون بغداد وما حد يقولهم سلام عليكم يلا ايني يلا طلعنا التقرير من فضلك في حالة نادرة وفي مواجهة علنية بين البلدين الجارين وجه العراق اللوم لايران بعد اختحام عشرات الالاف من الزوار احد المعابر الحدودية ودخول العراق من دون تأشيرات وزارة الداخلية التي اتخذت تلك الخطوات والتي وصفها المراقبون بالجريئة اتهمت الزوار والدولة التي جاءوا منها بالتدفق عبر منفذ زرباطية الواقع في محافظة واسط عمدا من اجل الضغط على القوات الامنية لسماح لهم بالدخول بطريقة غير مشروعة محافظ واسط مالك خلف بدوره يعتبر الحادث انتهاكا للسيادة العراقية مطالبا طهران بتقديم اعتذار عما حصل من مواطنيه جهة سياسية اكدت ان هذا التصرف ليس غريبا على دولة صرحت قبل ثمانية اشهر على لسان مستشار رئيسها بانها اضحت اليوم امبراطورية وعاصمتها بغداد اذا احبة المشاهدين الكرام استمعنا اليوم الى جملة من الاراء والمداخلات من قبل مشاهدين الكرام وايضا شاهدنا هذا التقرير وشفتوا الرعاع حشاكم شلون يردون يكسرون ابواب العراق ويدخلون للعراق بهذا الشكل المستهتر اجلكم الله احبتي لنذهب انا وانتم نقرأ تعليقاتكم على صفحة صوت الناس على الفيسبوك احمد العتابي في اول تعليق نقرأه يقول القضية باتت اوضح الواضحات ان حكومة قمة طهران يعتبرون العراق ارض ايرانية او كما يسميه البعض حديقة خلفية لايران احمد حبيب الجابري كما قال المرجع العراق العربي السيد الصرخ الحسن ان الخطر يشمل جميع المنطقة العربية من المد الفارسي وامبراطوريتهم المزعومة عمر ابراهيم استاذ جلال العراق محتل من قبل ايران فلا حدود ولا سيادة داعش وماعش خربوا البلاد والعباد ولا حل الا بطرد كل هذه الوجوه احمد العراقي يقول لو اجرينا عملية حسابية على دخول عدد من المخربين الايرانيين الذين انتهكوا حدود وسيادة وامن الاراق وعددهم يعني هو هنا ما ادري جدي يقول يعني نص مليون في 30 اعتقد يقصد 30 دولار هذا يعني ان المبلغ المفروض والمشروط ان يدفعه هو حوالي 15 مليون دولار يعني الحسبة حقيقة ما مسؤول عنها ابو احمد المياحي يقول بنوا على بنوا علي اسارا في اوطانهم والامر تملكهم النسوان والخدم فالعراقيين اذا هو بيت شعر بنوا بنوا علي اسارا في اوطانهم والامر تملكهم النسوان والخدم فالعراقي اليوم ليس هو ابن البلد وانما ابن البلد الاعجمي والايراني تحديدا مصطفى القيصر يقول يا أستاذ العراق عبارة عن حديقة خلفية لإيران يزوروها كيف ما يشاءون ومتى ما يشاءون ومن يتكلم عن السيادة هذا واهم أي سر العراقي يقول أين سيادة العراق أين حدود العراق أين جيش العراق أين الوطنية فإيران بأفعالها هذه هي لا تهاب العراق ولا سيادته ولا حكامه ولا جيشه صلاح العبيدي يقول أيها السائرون والزائرون إلى كربلاء هل خرجتم من أجل أخوانكم وأهليكم ممن فاضت عليهم المياه وطفحت عليهم مياه النجاسات أو من أجل إصلاح حال أحمد ياسين العراقي يقول عملية اختراق الحدود مقصودة من قبل الإيرانيين حتى تعلن للعالم بأنها لا تعترف بالحكومة وتعتبر نفسها هي المتصرف بسيادة العراق وهذا واقع لمسناه أركان زامل يقول إيران أدخلت حشود الزوار وبينهم الاستخبارات الإيرانية من أجل حماية السراق خوفا من حدوث ثورة ضدهم وردت الربيع هكذا تسمي نفسها تقول هاي الشغلة لو صايرة بإيران كان شنو ردت الإيرانيين تعرفت كان يش سوت كان قسمة كل إنسان عراقي إلى قسمين مثل ما فعلت بحرب العراق 1980 محمد العراقي وهو التعليق الأخير يقول لم يبقى في العراق شيء لم ينتهك وكل الانتهاكات تتحملها الحكومة إذن بقية التعليقات اليوم حقيقة اليوم أعلى رقم بالتعليقات تجاوز المية وخمسين تعليق وبالتالي لا يمكننا أن نقرأ هذه التعليقات شكرا لكم أحبتي على تعليقاتكم وعلى اتصالاتكم واهتمامكم بالبرنامج في ملا اشتركوا في القناة